اشتركوا في القناة متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد برقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحابة الإيمان اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلمه على واحد حدث عظيم قائم في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة شهر شعبان شهر الخير شهر البركات نحن دوزنا رجب ونحن في شعبان ونقوله مع المؤمنين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا الحدث هذا هو تحويل القبلة كنت أتكلم عنه شهر مرة ولكن لها أهمية دياله مرتبط أولاً بالمجيد الأقصى لما نخصنا نساوه لأن المجيد الأقصى وأولي القبلتين وثالث الحرامين ومرتبط أيضاً بالكعبة المشرفة بيت الله الحرام وهي قبلة المسلمين سيدر بيه يقول في القرآن الكريم وكي تكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرها هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى يا محمد تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها حين فرضت الصلاة أمر المؤمنون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقليس وحنا كنت عارفوا أن الصلاة تفرضت ليدة الإسراء والمعراج ونزل جبريل كيعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ومواقية الصلاة وحدد له الوقت الضروري والوقت الاختياري وبين الوقتين وقت أي الصبح الوقت دياله هو الغلاث ما بين الغلاث والإصفار فصل الله مرة تاني نهار لو صلى معاه بغلاث ونهار تاني صلى معاه بإصفار الغلاث أي ضلام والمرة تانية صلى معاه بإصفار بده الضولي النهار كي يبان بده بده كيشقشق كما تنقول عليه وجاه في الظهر نهار اللول صلى معاه وقت الزوال أي الإنسان منه كيوقف والشمس في كابلي السماء كيوقف ما عندوش الضل وجل غده صلى معاه الضل وظلوا يعني وظلوا الإنسان كطوله طول دياله في متر وسبعين طول دياله في متر وسبعين وجاه في العاصر والوقت نهار اللول جاه الضل دياله الإنسان طول دياله أي آخر وقت الظهري هو أول وقت العاصر وله ده مشتركتين الوقت أول وقت العاصر هو آخر وقت الظهر وجاه الغدلي وقد سار ضل كل شيء نمي تلايه وجاه في المغرب في وقت واحد عند غروب الشمس والنار الثاني جاه عند مغيب الشفاق الحمر فاحتها هي أمو الشركة الوقت المغرب مع العشاء آخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء إذن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يصلي ثم قال له توجه القبلة لبيت المقدس بمعنى أن المسجد الحرام يكون خلفك وبيت المقدس أمامك لما انتق النبي صلى الله عليه وسلم فانتق النبي صلى الله عليه وسلم لمدينة صلى الله المسلمين لبيت المقدس تقريبا واحد العام وست شهور عام وست شهور أي 18 شهر كان نبي صلى الله عليه وسلم كي يتمنى أن القبلة ترجع لمكة ولكنه امتتلى لأمر الله انزل القرآن الكريم كي يخبر سيد النبي صلى الله عليه وسلم كي يقول له سيد ربي قد نرى تقلب وجهك في السماء كالنبي صلى الله عليه وسلم كي يرفع عين من السماء كأنه كي يطلب الله تبارك وتعالى يحول القبلة من المسجد قسائل المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضها فلنولينك غادي نوجهك القبلة التي ترضاها لي هي المسجد الحرام بعد 16 شهر جاء الأمر بتحويل القبلة وكان شهر شعبان من السنة تانية للهجرة نزل عين لولة 12 شهر وست شهور من السنة تانية لما نزل الوحي بهذا الأمر هذا فلنولي إنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة لمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرة الناس في المدينة كانوا كيصليوا تجاه بيت المقدس بمعنى أن الكعبان ليفمكا كانت وراهم لأنهم كامورة المدينة جنوب المدينة وبيت المقدس في شمال المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وتلقى الإعلام لإخبار وبعد الناس بش يعلموا الناس بأن الصلاة ولا تلتجاه بمسجد الحرام خصوصا في العوالي ما معنى العوالي أي الأماكن البعيدة عن المسجد النبوي واللي فيها مساجد صغرى من غير المسجد النبوي ومشاء أحد الصحابة والواحد المسجد لقى الناس كيصليوا الجيد المسجد الأقصى جماعة فأخبرهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بأن صدر بأمره يتحولوا المسجد الأقصى فتحولوا هم كيصليو كانوا كيصليو والمسجد الحرام من وراه والمسجد الأقصى أمامه فتحولوا رجع المسجد الأقسام نوره والمسجد الحرام أمامهم وهذا المسجد يعرف اليوم بمسجد القبلتين بمسجد القبلتين المتحوى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في صلاة دياله بدأوا المرجيفين المنافقين والمشركين واليهود اللي كانوا في المدينة اللي بقوا على الدين دياله كيتكلمون ونظروا منهم بعد السوفهات بمعادل معقل وتقولوا علاش المسلمين كانوا كيصليوا لمسجد الأقسام وتحول المسجد الحرام فإلا كان توجه دياله من المسجد الأقسام والصحيح هذه الصلاة اللي عند دواء كاملة صحيحة وتوجههم وتوجههم إلى المسجد الحرام وراء خطأ ولكن توجه ديالهم إلى المسجد الحرام والصحيح فذلك الصلاة كلها ليس له المسجد الأقسام برطيلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم رب سبحانه وتعالى هو اللي أمر المؤمنين يصليوا المسجد الأقسام هذه المدة كاملة ثم بعد ذلك أمر ومعاون يتوجهوا المسجد الحرام وإحنا شكنا نفهموا من الأمر أن المسجد الأقسام عنده مكان عندنا في قلوبنا هو أولي القبلتين وثالث الحرام هو المسجد الأقسام وغني يبقى المسجد الأقسام حتى ولو دنسوه حتى ولو يعني ردموه سيعود الأمر كما كان المسجد الأقسام ومدينة القدس تم احتلالها من طرف الصديق أكثر من مئة عام لماذا دخلوها يعني دنوا فيها الفضائع داك الحيقد المبنية على الكراهي المبنية على أساس ديني دبحوا المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وشيوها ولكن دارت الأيام وجاء صلاح الدين لأيوبي وحين دخلها دخلها سلما ولم يقتل مسيحيا واحدا أمنهم ودخلها سلما بعد حصار طويل عاملهم بأخلاق الإسلام ما عملوش بأخلاق الحقد الديني لانتلقوا منه الصليبيين المسجد الأقصى يبقى في قلوبنا ومن نسوش لأنه أولى القبلتين وتالث الحرمين ولأنه مصر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طيب شنو يا الفائدة من يتوجه المسلمين لم يجد الأقصى لمدة هذه كاملة هذا الكلام أو هذا السؤال عنده جواب فين من كتاب الله قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي المجد الأقصى إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عاقبه لما وجهناك للمجد الأقصى سيد ربي شكال الهدف ديل وربك يقول لما وجهناك يقول سيدنا محمد لما وجهناك للمجد الأقصى الهدف شنو هو نشوف مقدار الإيمان ديل المسلمين وش فعلا المؤمنين حقيقة ولا باقى شي حاجة ديل ديل عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء وبلد ما كيقولوا بيت الله الحرام هده بيت العرب وكانوا كي يعتزوا به واحد الاعتزاز فيه واحد النوع للعنصرية مشي ديل العبادة أربي وجههم للمجد الأقصى باشي أعرف شكال المهم الحقيقي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها للمجد الأقصى إلا لنعلم من يتبع الرسول من يقلبوا على عاقبيه لأن كان الناس من العرب لكانوا مرتبطين بالمجد الحرام لما قالوا تحولوا المجد لأقصى صلوا المجد الأقصى ما قبلوش قالوا بيت العرب هو المجد الحرام الحديث بقي إن شاء الله بعد الفاصل تتابعه محبرة الأولياء رحلة من التذكير والذكر للتعرف على إشراقات غفية لأعلام بارزين في عالم الولاية والصلاح محبرة الأولياء شرفة مطل من خلالها على مصارات لأولياء استثنائيين اكتشاف واستشفاف لبعض ما كتب عنهم أو حبروه من نصوص طافحة بالمعارف والأسرار عودنا ولأود أحمد رجحون كما يقول السادة العلماء إذن سيد ربي كيبيا لنا في القرآن الكريم علاش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل المؤمنين يتوجهوا لمجهد الأقصى لمدة 18 شهر في المدينة ومن بعد قال لهم توجهوا للكعباء علاش هذه كلمدة كلها لنعلامها باش سيد ربي يعرفوا وعارف ولكم غديبان شكل المؤمن الحقيقي وشكل باقي فقلبه ذك العبية للجاهلية وتفاخرها بالآباء إلا أن العلماء من يتبع الرسول الرسول قال سنتبعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو نفسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قلبه معلقا بالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس ولكنه امتتل لأمر الله تبارك وتعالى لأن الله أمره هو مشاكل يصلي لجهة لبيت المقديس لأنه بيت المبارك ولأن الله أمره بذلك قبل ذلك وبعده الله ولأمره فهو مشاكل يصلي للمجهد الأقصى قبل المجهد الأقصى امتتالا لأمر الله ولما تحول لكعباء ناشي من ديته الراس هو باغي ولكن ما أمره در لك شي لباغي هو ولذا قال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء أي أنك العقل ديالك قلبك وبالنية ديالك باغي تجل كعباء وامتتلت لأمر الله توجهت إلى بيت المقديس قد نرى تقلب وجهك في السماء تطلب الله تبارك وتعالى بقلبك أن يحولك إلى لكعباء قال تعالى فَلَا نُوَلِّيَنَّاكَ قِبْلَةً ترضاها وقبلة التي ترضاها يشن فيها يلمسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المؤمنون فولي وجهكم شطرها وإنه للحق من ربك السفاء قالوا هل الكلام هذا من بعض أهل الكتاب ومن المنافقين ومن المشركين ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فإلا كانوا دكسلالي كانوا كي يصليوا الجيت بيت المقديس صحيحة فعناش يتحولوا الكعباء نادا أن الكعباء أن القبلة هي المسجد الأقصى ونك المسجد الحرام أي الكعباء هي القبلة الصحيحة فدكسلالي يصليوا الجيت المسجد الأقصى باطلة ربي كي يرد عليهم بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ربي سبحانه وتعالى ما غير يضياش لكسلالي صليت المسجد الأقصى كلها مقبولة لأنكم صليتوا لكل مكان بأمر الله طاعة لله استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صدر بقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن قلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين عدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم كانت كبيرة هذي كيف يقول لهم هذوك العرب لكانوا كي أعتبروا البيت الحرام بيت العرب مجدهم فخرهم المقلم توجه المجد الأقصى جتهم كبيرة وإن كانت لكبيرة من بعض منهم إلا على الذين عدى الله الذين عدى الله قال لهم سيد النبي توجه المجد الأقصى توجه المجد الأقصى قال لهم رأسي ربي قال لنا توجه المجد الحرام توجه المجد الحرام وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول بمن يقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين عدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم أي صلاتكم لكسلال لكم دعلي صلة المسجد الأقصى صلتها انتتالا لأمر الله طاعة لرسول الله فهي صلاة مقبولة ولن يضيعكم الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجوك في السماء فلن يولي أنك قبلة ترضاها فولي وجوك ترمج للحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرا إذن هذا رد على أولئك السفهاء لقد فيهم الحق سبحانه وتعالى تقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يديما إن شاء الله صلاة المستقيم الأمة الإسلامية بقبلتها الكعبة المشرفة لها هذه الخصوصية لأن بيت الله الحرام هو أول بيتنوضع علي الناس بناه سيدنا إبراهيم الخليل بأمر الله وضعت قواعده لملائكة ويقال بأن سيدنا آدم بنه أولاً وطاف به وطاف الأنبياء من بعده وطاف به سيدنا نوح عليه السلام ثم جاء الطوفان فأزاله وبقيت قواعده قتل قواعد ديره احتج سيدنا إبراهيم الخليل بأولده سيدنا إسماعيل أمره الله تبارك وتعالى بإعادة البناء برفع البيت وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هو كي يبنيه وولده سيدنا إسماعيل كي يعاونه كي وجليه ذلك المسائل البنيه وسيدنا إبراهيم كي احتيه زراء لا يزراء وكيدعي وهذا سيدنا إبراهيم الخليل كثير الدعاء كثير مناجات لسانه في غير الذكر ما فيه شيئ حاجة أخرى وليهذا اسمه الحق سبحانه وتعالى خلي الله الرحمن وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت واب الرحيم هذا البيت الحرام الذي بنا سيدنا إبراهيم قال فيه الحق سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ذاك البيت مبارك الأرض اللي فيها مباركة الحجر باش مبنيه مبارك لا نعتقد أنه حجر عادي لا رب يختار ذاك الحجر بالدات مبارك لأنه مبني به البيت بيت الله ومقام البيت من مقام صاحبه نردو الباق بعد احتراتك نقوله شي كلام أو إخوانك يقوله شي كلام وإذنك غير الحجر ما تقلش لا لا هذاك حجر مبني به البيت والبيت ما يشكله البيت يالله بحل المصحف الشريف المصحف رأي كارتون مكاغط ولكن فيه كلام الله فيه كلام الله فمكانة المصحفي من مكانة صاحبه المصحف ليس كتابا كأي كتاب وكذلك بيت الله الحرام ليس كأي بيت هو أفضل البيوت أفضل بيوت الله مباركا إن أول بيت نهدع الناس للذي ببكة أي مكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه مقام سنة إبراهيم له ولك نصل فيه جزر كعات مكان طوفه ومن دخله كان آمن ففيه الأمن والأمان ومكة بلد الأمن والأمان ويجب أن تبقى كذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمسى تلك البلاد بأي سوء كيف ما كانت الظروف وما ما كانت الظروف ونفس الأمر بالنسبة للمجهد الأقصى فهو بيت الله شكو لبناء سنة يقوب عليه السلام الحفيد سنة إبراهيم الخليل وننجي النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى أو المسجد الحرام والمسجدي هذا والمسجد الأقصى سبحان الله العظيم يجب حلوح التولات المسجد الحرام في مكة والمسجد نبوي بالمدينة والمسجد الأقصى بالقدس وهذه المدن كلها مدن إسلامية المسلمون تهفوا إلى زيارة هذه المساجد الصلاة في المسجد الحرام مش حال 100.000 صلاة كل الصلاة 100.000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وقلوبنا معلقة بيت الله الحرام تهفوا نفوسنا لزيارة هذا البيت للطواف به للحج إليه وبالمسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى السليم حيث قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني بعد المسجد بعد مسجد قباء المسجد منها النبي صلى الله عليه وسلم وربفه الصحابة ومن انتشرت الدعوة الإسلامية المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق صراحة أن يفك أسرع وأن يعين المرابطين القائمين عليه وأن يقويهم ويشد من أزرهم لا نملك لهم إلا الدعاء في ظل ما تعرفوا الأمة من تفرق وتشتد قال تعالى عن هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطة الأمة وسطة في كل شيء وسطة في كل شيء في عقيدتها غير غالة غير غالية غير غالية في يعني العقيدة السمحة السهلة كتربط الإنسان بالخالق وأمة وسطة في الشريعة السمحة فيها اليسر وأمة وسطة في أخلاقها وأمة وسطة بين الأمم كلها شاهدة على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لأن يتبع الرسول مما ينقلب على عاقبيه سانة كبيرة إلا على الذين عضوا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله في الناس الرعوف الرحيم إذن هذه المناسبة مناسبة تحويل القبلة تحويل القبلة هذه المناسبة مناسبة تحويل القبلة هذه المناسبة العظيمة نستحضر هذه المعاني الجليلة في تعلقنا ببيت الله الحرام وتعلقنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقنا ب المسجد الأقصى المسجد النبوي تم ما في نوقع تحويل القبلة بمعنى أن المسلمين في المسجد النبوي كانوا يصليوا المسجد الأقصى ثم لما حولت القبلة تحولوا قبلتهم تجاه المسجد الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون ولا فيتبعون أحسنه إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا